بدأنا في الحلقة اللي فاتت نتكلم عن بداية الحكم العسكري في مصر وقلنا إنه ما بدأش مع انقلاب 52 يولف وحكينا باختصار تاريخ مصر مع العساكر من أول إنشاء محمد علي باشا للدولة الحديثة بصفتها جهاز مهمته وتحقيق طموحاته هو شخصيا ووظيفتها خدمة الجيش مش العكس واتكلمنا عن الظروف اللي هيئت وساعدت على ظهور حركة الزباط الأحرار وشرحنا إن إزاي منهجهم كان هو تغيير سكة الجيش من كونه هيئة من هيئة الدولة لكونه هو الدولة نفسها والمؤسسة المسؤولة عن حكم البلد وإدارة سياستها واختصادها وكل مجالات الحياة فيها وشرحنا إن حكم العساكر مش استنبه واحد ولا كتالوج واحد وإن المنهج العسكري نفسه مش واحد وإن في منه اللي بيكون حكم عسكري بشكل مباشر وحكم عسكري غير مباشر واتكلمنا عن نظام عبد الناصر كان نظام حاول يعتمد المنهج المباشر للحكم العسكري خلينا نهارده نكامل الرحلة بس مع المنهج الغير مباشر بقى ونتكلم شوي عن السادات ومبارك ومحاولة كل واحد منهم تجاوز أخطاء اللي سبقوا فإزاي بقى حكموا مصر وإيه اللي تغير في سياساتهم وإيه العوامل والظروف اللي مرت بالبلد تحت حكمهم ووصلتنا لنقطة الانفجار في 25 يناير اللي بتولينا بعدها بالسيسي خلونا نشوف بعد وفاة عبد الناصر في 28 سبتمبر سنة 70 استلم الحكم تلقائيا في نفس الليلة النائب بتاعه أنور السادات تمهيدا يعني للإجراء الديمقراطي آخر حاجة اللي هيحصل مش انتخابات يعني لا سمح الله ولكن استفتاء الجماهير الغفيرة عشان يشوفه نسبة اللي هتقول للرجل الطيب ده نعم والنسبة التانية اللي هتقوله نعمين وبالفعل يتعمل الاستفتاء يوم 15 أكتوبر وتظهر النتيجة يوم 17 بحوالي 90% قاله نعم للراجل البعيد تماما عن دايرة صراعات السلطة واللي كان معروف أنه ملوش أي وزن أو تقل يعني جوا شلة الحكم وما كانش بيتمتع بأي مكانة جوا تنظيم الزباط الأحرار بالعكس كانت دايما الانطباعات اللي اتخذت عنه أن ظهوره سواء إعلاميا أو على المستوى الشعبي كان دايما في خلفية المشهد وراء الأبضايات من قيادات مجلس الثورة لدرجة أنه حتى بعد ما تولى منصب نائب الرئيس ما كان لوش حضور يذكر زي باقي أعضاء العصابة الحكمة أصحاب الأدوار والحضور الواضح زي عبد الحكيم عامر أو زكريا موح الدين أو صلاح نصر أو علي صبري أو شمس بدران أو أي حد من اللي كانوا تحت الأدواء ومرافقين لعبد الناصر طول فترة حكم في الوقت اللي فضل فيه السادات طول المدة دي حاصل على لقب رجل الظل ملوش أي شعبية تذكر ومحدش مركز معه أصلا لكن السادات قرر أنه ما يعيشش كتير في دور الفاترينا والوجهة السياسية للتنظيم وما يفوتش كتير إلا ويقرر أنه يغير مساره من المشي في ظل عبد الناصر للمشي تحت الأدواء والزعامة وشجعوا على كده الرقم الكبير اللي حققوا في الاستفتاء برغم أنه كان عارف يعني أن دعم مراكز القوى الناصرية هو السبب الرئيسي في النتيجة دي لشخص يعتبر مغمور وقته وطبعاً ده كان راجع للطمئنان تنظيم الزباط الأحرار أنهما جايبين الشخص النموذجي والحيطة الميلة المثالية اللي استخبوا وراها خصوصاً بعد ما تعهد لهم هو نفسه أنه يفضل ماشي على مبادئ ومنهج الناصرية في الحكم لكن السادات الحقيقة ما ضيعش وقت وبسرعة جداً انقلب على كل ده وخذ قرار بالتصفية السياسية لكل مراكز القوى بعد ما حس أنه هو نفسه بقى في خطر منه ولا أن الصراع معهم هو صراع وجود في الأساس يا أنا يا هم وأنه وجود قوى عسكرية بتشاركه حرفياً في حكم البلد أو بمعنى صح بتحكم من خلاله ومصدرينه بس في الوجهة بقى عشان ياخد هو الصدمات والتهزيق ويلبس كمان أي مصيبة من مصايبهم ده غير أنه حس أن الانقلاب العسكري عليه يعني يبقى مسألة وقت على أقرب ناصية بقى أو أول كارثة يسلمون من خلالها للشعب كل ده اتعامل معه السادات وتأكد بينه وبين نفسه أنه مش هيبقى قادر أنه يفرض رؤيته السياسية على أرض الواقع إلا بعد ما يتخلص منهم كلهم لأنه كان واضح جداً من البداية أن رجالة عبد الناصر بصفاتهم يعني كان موازي بيحكم البلد بالمنهج العسكري المباشر خطتهم طول الوقت أن هما يحدوا من سلطاته نهائياً بحيث ما يبقاش قادر أنه ياخد أي قرار من غير موافقتهم أو من غير ما يرجع ليهم طبعاً فكرة التخلص من العدد الكبير ده سواء بالسجن أو تحديد الإقامة أو على أقل تقدير لاستبعاد من المشهد السياسي فكرة ما كانتش سهلة ومغامرة كبيرة احتاجت تخطيط وزكاء أمراتهم ما كانتش واضحة قوي يعني طول ما هو زي ما قلنا يعني كانت الفكرة عنه طول الوقت أنه رجل الظل وإكمالت العدد جوا تنظيم الزباط الأحرار لكن ده اتضح أنه مش حي واتضح أكتر أنه اتبع معهم حرفياً مبدأ اتمسكن لحد ما تتمكن خصوصاً أن المفاجأة اللي كان محضرها السادات سواء للجيش أو الشعب أنه مقرر أساساً أنه مش بس يتخلص من رؤوس حربة عبد الناصر في الحكم لا ده مقرر يتخلص من ميراث الناصرية والاشتراكية سواء سياسياً أو اقتصادياً أو طبيعة أدوار وتحالفات وبناء على كده خد القرار وعارف كمان يسوقوا إعلامياً بخطاب شعبوي عشان يبقى له ظاهر شعبي فناكش بقى الحطة العطفية والوطنية عند الناس فسمى الإجراء ده بثورة التصحيح لأنه عارف أنه كلمة الثورة دي لها طعم كده عند الشعوب لحظوا هنا منهج أي نظام عسكري في المصطلحات وفي الخطاب الموجه دائماً للشعب عشان حكاية الثورة دي تاريخياً بتبقى زي باسورد كده بيفتح بيها أي ديكتاتور عسكري السيستم فهيتسرسب للنظام كده هو لابس عباية الثورة وبعد كده يفرغ الثورة تماماً من معناها ويقدر يستخدمها لصالحه في كل عصر عشان كده تلاحظوا إنهم سموا انقلابهم على الملك ثورة 52 سموا إجراءات إلغاء الديمقراطية وحل الأحزاب والحكومة المدنية وناس في الدستور إنها ثورة الإصلاح سموا انتفاضة الشعب في 25 يناير ثورة حماها الجيش عشان المجلس العسكري يقدر تحت الضغط الشعبي اللي على هواه بل واللي هو نفخ في ناره إنه يجبر مبارك على التناحي ويفسد مشروع التوليس ويتولى الحكم كام شهر يتفرق فيهم بقى للمؤامرات وعزل الكتلة الشعبية عن النخب عن طريق سياسة فرق تسد عشان المشهد يتملأ بمناخ مسموم من الإحباط والدم والفوضى عشان يمسك الحكم الإخوان في مناخ مثالي للعسكر من الانقسام والاستقطاب فتتسمى سهرية 30 يونيو ثورة هي كمان والحتة دي هنبقى نتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله لما نوصل لها في حلقة قدر لكن خلينا مع السادات دلوقتي ومشروعه في إقصاء رجالة عبد الناصر اللي سماه ثورة التصحيح وهو في أساسه تصفية حسابات ومغامرة نجح فيها في تثبيت نفسه على قمة هرم السلطة والتخلص من كل منافس محتمل من شلة عبد الناصر في طريق المنهى الجديد من الحكم العسكري وهو الحكم بشكل غير مباشر ومن هنا كان خطابه المشهور في 15 مايو سنة 71 لن أفرط في المسئولية تطلق لن أسمح بقيام أي مركز من مراكز القوى مهما كان مهما كان مكانه ومهما كانت قوته أبدا والكلام ده بعيد تانيه وأقول أنا قلته في أنشاص أمام نص القوات المسلحة المصرية والتهبت إيديهم بتسليف بعيدوا علنا وهم سمعيني أولادي اللي على القناة وسمعيني الشعب كله وسمعيني اللي أنا بحدد إقامته اللي تصوروا إنهم يقدروا يعملوا انهيار للجامعة الداخلية ويحققوا أهداف أعداءنا ويضربوا طهر قوته لا مضربوش وشعبنا الحمد لله الكلام ده كان جزء من خطاب طويل عريض شرح فيه أبعاد المؤامرة على الوطن اللي هي أبعاد المؤامرة عليه كحاكم لأننا متفقين من زمان طبعا إن الحاكم هو الوطن وكانت كفاءته المعروفة في الخطابة قادرة إنها تقنع وتشكل رأي عام وبالفعل نجح السادات في إنه ينفذ عملية نسف ما تبقى من أركان الحكم الناصري وقدر ساعتها يستقوى بالشعب فاتحققت لي أول خطوة في إنه يشيل من فوق صدره أي حد هيعطل مشروعه من الحرس القديم عشان يفرغ الساحة منهم ويبدأ بقى عهده الجديد على نظافه ويقدر يرسم تصور جديد للمشهد في مصر والسياسة هتمسح المبادئ اللي قامت عليها دولة جمال عبد الناصر سواء السياسية أو الاجتماعية أو شكل النظام العسكري اللي قرر السادات إنه يكون غير مباشر وإنه يكون متلايط كده قدر الإمكان بوش دهان مدني سواء في نظر الشعب أو أصاد أمريكا القوة الغربية اللي شاف إنه مصلحة كورسي في إنه ينول رضاها هي مش رضا المعسكر الشيوعي وأصحاب عبد الناصر من الروس اللي زمانهم وزمن اشتراكيتهم أولى أصاد صعود رأسيمالية أمريكا وسياسة الانفتاح اللي هترفع أسهم عندهم أكتر ومن هنا اعتمدت سياسة السادات على تقليل سلطة المؤسسة العسكرية ظاهريا كده وعمل حملة إقالات لأي ظابط يعني يظهر عليه بس إن ميوله وأفكاره مخالفة لتوجهاته وفضل الوضع ده لحد حرب اكتوبر وبداية تبني السادات سياسة الانفتاح الاختصادي بعدها بدأ يرسم نظام سياسي هاجين كده عسكري على مدني مش مفهوم له ملامح يعني ولا معروف له منهج محدد بدأ الأول مع إعلانه عن إنشاء كيان سماء المنابر على أساس إن المنابر دي هتمثل ثلاثة اتجاهات سياسية الأول اتجاه اليسار اللي مفترض يعني إنه هتمثله المعارضة المستأنسة كيو والتاني اتجاه اليمين وهو مطاريض الظباط الأحرار في الاتحاد الاشتراكي من اللي راموا الفوطة وما أوحوش كتير مع الزعيم الجديد ونافدوا برقبته من ثورة التصحيح بتاع السادات أما الاتجاه الثالث فكان الوسط وده اللي هيبقى الحزب الحاكم بقى برقاسة السادات نفسه ولا يتحول اسمه بعد كده للحزب الوطني الديمقراطي طبعا هو كان هدفه من التأسيمة السلسية دي إنه يخلق نظام سياسي مقفول بيتوسطه حزب مسيطر هو رئيسه وحزب يميني موالي ومؤيد لسياساته وحزب يساري يكمل المسرحية بشكل يبان معارض يعني بس هو في حقيقته جزء من النظام وأداء من أدوات الحكم العسكري الغير مبشر لكن حتى الفكرة دي فشلت مش عشان لا سمح الله يعني النخب رفضت تأدي الأدوار الهزلية دي لا دا لأن أعضاء الاتحاد الاشتراكي اللي عددهم فوق الستة مليون عضو خالعوا أصلم الحزب وانضموا لحزب الوطني لما لقوه هو حزب الرئيس والسلطة زي ما كان انضمامهم للاتحاد الاشتراكي زمان لأنه برضو حزب السلطة وقت حكم عبد الناصر لكن يمكن الفرق الوحيد في حالة السادات عن حالة عبد الناصر إن الحزب الوطني ما اقتصرتش عضويته على موظفين الدولة أو أعيان المراكز والأرياف من فئة الفلاحين لكن داخل معهم على الخط الطبقة المتوسطة الجديدة من الفئات اللي ظهرت نتيجة انفتاح السادات واللي كان لها وضع ورعاية خاصة من السلطة بسبب ازدواج وتلاقي المصالح بين الاتنين سلطة ورأس ماليين وتجار وعشان يأكد السادات على فكرة الديمقراطية ويبقى الوصف الشكل الظاهري لحكمه إن حكم مدني قلل بالفعل نسبة العسكريين في الوزراء وخفض أعداد المحافظين العسكريين بعدما كانوا في عهد عبد الناصر بيمسره حوالي 90% في عهد السادات بقى يعني ساعات كان بيوصل عددهم بالكتير من خمس لست محافظين بس كل دي إجراءات عملت في الظاهر بس كده شكل خارجي يدي إيحاء بالطابع المدني للدولة لكن في الحقيقة هو عارف كويس إنه ما يقدرش يستغني عن الجيش أو بمعنى أصح هو عارف كويس إنه ما يقدرش يعادي أو يزعى للجيش وحتى لو كان الظاهر قدام الناس حقيقي وإن المكون العسكري في الظاهر ضعيف لكن كل ده كان بيعوضوا بإجراءات تانية تخلي الجيش حاكم فعلي للدولة حتى لو كان دوره في الحياة المدنية مش بالوضوح والمباشرة بتاعة أيام عبد الناصر ومن هنا قرر السادات وتحت شعار الاكتفاء الزاتي للقوات المسلحات وكله بالقانون طبعا لأن الناس تكون وشينا يعني قرر إنه يمنح الجيش استقلال مادي كامل عن ميزانية الحكومة وقرر إنه يرفع النشاط الاقتصادي للجيش ويعفي ميزانيته وموارده وأرباح نشاطاته من أي متابعة أو إشراف أو رقابة من الدولة وفتح له حسابات بنكية خاصة بيه كل دي إجراءات كان منهج السادات فيها إنه يوزن الكفة ما بين إنه يحط بصمة لنظام حكمه اللي يبان إنه مدني وديمقراطي بس المصلحته وما بين إنه يمشي مع الجيش بمبدأ قطعم الفم تستحي العين ويأمن كرسيه من أي أسباب للانقلاب عليه خصوصا إن الإجراءات دي جيت في توقيت اتفاقيات السلام ثم معاهدة كامب ديفيد وكل مظاهر الانبطاح والتبعية لأمريكا ونشر مفهوم الانفتاح والثقافة الاستهلاكية اللي ضربت في المجتمع كله وخلت الكل باصص على مصلحته بما فيهم الجيش بعد ما تحول من جيش لاستنزاف والعبور لجيش كامب ديفيد المأنتخ عسكريا لكنه ناصط تجاريا في كل صنوف بقى البزنس والسمصرة وتجارة الأراضي والعقرات وخلافه ويمكن أكبر دليل يأكد لنا إن الجيش ما كانش متدايق من وضعه الجديد أو عنده مشكلة في فكرة تقليل وجوده في الحياة السياسية هو اللي حصل في يناير 77 والمظاهرات الضخمة اللي خرجت بتحتاج على سياساته الاقتصادية وقرارات رفع الدعم عن السلع الأساسية ودي كانت المظاهرات اللي زي ما كشفت عن الوش التاني للرئيس المؤمن الديمقراطي كشفت له كمان عن ضعف منظومة جهازه الأمني زي ما حصل بالظبط في 28 يناير 2011 وكشفت له أكتر خصوصا بعد انهيار الشرطة تحت زخم المظاهرات وأعمال الشغب والتخريب إنه فعلا ما يقدرش يستغنى على الجيش الجيش اللي استجاب لاستغسطه واستدعقه للشارع وبالفعل قدر الجيش يلحق الموقع ومش بس كده لقدر يساعده في الغلوشة وتسويق اللي حصل من مطالب مشروعة وغضب شعبي حقيقي كان له أسبابه ومبرراته سوقوه على إنه مؤامرة من الشيوعيين ومحاولة من تنظيم ملهوش وجود ولا تأثير إلا في خيالهم إنه يقلب نظام الحكم كل الكلام ده مكنوا من القبض على عدد كبير والتنكيل بأكبر قدر ممكن من المتظاهرين عشان يبقوا عبرة لغيرهم وسماها السادات نفسه بإنها انتفاضة الحرمية وبعد كل ده توصل مصر سنة 81 لمحطة جديدة من محطتها مع الحكم العسكري سواء كان مباشر في حالة عبد الناصر أو مزدوج أو غير مباشر في حالة السادات وبعد كل محاولات السيطرة واللعب على الحبال اللي عملها السادات عشان يوزن الكفة ويحافظ على كرسيه تنتيه حياته نفسها بالاغتيال في قلب البيت العسكري ووسط رجالته اللي حافظ لهم على نفوزهم سواء السياسي أو الاقتصادي من خلال تنفيذ إجراءات يعني سهمت في نفخ كروس وجيوب القيادات عشان يقدر يحافظ على ولقهم ويحمي كرسيه من أي محاولة للانقلاب عشان يستلم من بعض السلطة عسكري تاني عينه قبلها بأيام بسيطة نائب ليه وهو حسني المبارك اللي دخل المعجنة دي وهو جوا كوكتيل من الهواجس والكوابيس سواء هسهس لانقلاب العسكري عليه أو هسهس لاغتيال فبدأ مشواره مع السلطة وهو مقرر إنه يمشي على مانهج السادات في طريقة حكم الجيش الغير مباشرة زي ما احنا جرت بس مع اختلاف بسيط في التفاصيل تقدر تقول إنه قدام شوية وهو إنه بجانب إنه ما عندهش اختيار غير إنه ينمي ويكبر قوة الجيش الاقتصادية ويعين عساكر كتير في مجالس إدارة الشركات الحكومية لكنه قرر الاعتماد على جهاز الشرطة وإنه يسند مسؤولية أمنه الشخصي وتأمين استقراره على كرسي لكل قطاعات الشرطة من داخلية ومقابرات عامة وأمن دولة بنسبة أكبر بكتير من اللي سابقوا لدرجة إن مثلا يعني في اللي يخص ميزانية وزارة الداخلية كان استلم السلطة وهي حوالي مليار دولار وشوية لكنها وصلت على سنة 2000 لحوالي 3.5 مليار ودي الوحدها كانت 3 أضعاف ميزانية وزارة الدفاع ووصل عدد أفراد الأمن في جهاز الشرطة لحوالي مليون فرد وزود عدد قوات الأمن المركزي لحوالي نص مليون وده برضو عدد يساوي تقريبا 3 أضعاف أفراد الجيش ده غير إنه فتح السكة لقيادات الشرطة في حوار البيزنس والاقتصاد زيهم زي العسكريين زائد الكارسة الكبيرة بقى بترويج انحياز ودعم الداخلية للجنة السياسات وتأييدها ولو بالإشارة والتلميحات كده يعني لطموحات إن النوس الصغير في وراسة عرشابو وده الوحده كان خط أحمر عش دبابير فضل جمال مبارك والحزب وشلته من رجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطني يقربوا منه يوم بعد يوم كل ده وبرغم إن المبارك سبل العساكر سبوا بيتهم زي ما هي وكمل على اللي بدأوا السادات في زيادة النفوذ الاقتصادي للقوات المسلحة وعمل سيستم جديد يسمح باستيعاب أعداد كبيرة من العسكريين جوى النظام الإداري للدولة وفي عهده زادت جدا نسبة تسكين المتقاعدين من العسكريين في مناصب كتير في المحافظات والمحليات وغيره لكنه برضو زرع بذرة الكراهية والصراع وتضارب المصالح وخلق عدوة كانت بتبقى مكتومة ساعات أو بتبقى معلنة ساعات مع أول مناسبة أو حادثة يضطر فيها الجيش إنه يظهر العين الحمراء للدخلي وينور لمبارك كده كشاف تحزير عن اللي يقدر يعمله أصحاب البلد في اللي يلعب في سوابتهم والشيطان يوزه بقى في إنه ينزعهم في نفوزهم ومكتسبتهم وقبل كل ده حقيقة إن البلد هي الجيش سواء بيحكم من ورسطرة أو بشكل علني ومكشوف على كل المستويات زي العشر تاشر سنة العجاف اللي احنا عايشين فيهم دلوقتي في عهد بليح الركن المفدى سيد عبد الفتاح حبر والكلام ده حصل بالفعل أيام مبارك أكتر من مرة وصراعات تضارب المصالح بين الشرطة والجيش اتكرر الكتير منها اللي كان استفزازات واستعراض عضلات ونفوذ ومنها الوصل لاشتباكات على الأرض أو حوادث تبدأ بخناقات فردية وتتحول لضرب نار وتكسير إسام ومنشآت للشرطة زي اللي حصل مثلا في 2009 عند اسم 15 مايو وظهرت فيه مؤدمات وعلامات إن صبر الجيش على الشرطة وعلى مبارك نفسه في طريقه إنه ينفذ وبالرغم من إنه مبارك زي ما قلنا حاول إنه يزبط الميزان شوية ويأمن نفسه من غدر قيادات الجيش بتوسيع صلاحيات جهاز الشرطة بالشكل اللي مايخلوش عادي الجيش برضه اللي فضل سايب نشاطاته الاقتصادية برأي رقابة أو محاسبة مدنية ومعين من قياداته في الداخلية والمخابرات نفسها زباط من الجيش مواليين لي ولعبوا أدوار كتير في حفظ أمن النظام وقمع ومطاردة المعارضة لكن كل ده برضه ما نفعهوش بالعكس طبيعة وجود الجيش جو عظم النظام السياسي وحالة الازدواجية ما بين الشكل المدني ووضع مميز لقوات المسلحة في لحظة الانفجار الشعبي في 25 يناير وانهيار جهاز الشرطة اللحظة اللي خليتها مش بس تقدم نفسها على انها القوة اللي هتدور عملية نقل السلطة لأ دي اللحظة اللي مكنت الجيش من ناس في حاجة اسمها حزب وطني بأعضاؤه بلجنة سياساته بجمال مبارك بصحبته المدنية الكريمة وبالتالي السيطرة على البال كلها بالضغط اللي اتعامل على مبارك وخلق يعلن التنحي وبكده نكون مش هنا رحلة مختصرة مع سمات ومظاهر وأشكال الحكم العسكري ما بين عبد الناصر والسادات ومبارك وازاي كانت طريقة منهج كل رئيس منهم في الحكم وازاي المؤسسة العسكرية كانت بتدير كل مرحلة على اختلاف محطاتها وظروفها وده اللي هينقلنا تلقائيا لعوامل ظهور النسخة الأسوأ من العسكر وإيه شكل وطبيعة منهج النظام في مصر تحت حكم السيسي بس كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مسغول فنشوفكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة